اهلا بيكم سنة 5 ابتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هنشرح مع بعض ان شاء الله الدرس السالس نشاط رقم 6 و 7 انظمة الارض الفصل دراسي الثاني على قناة العلم والمعرفة نشاط رقم 6 انظمة الارض احنا عرفنا ودرسنا قبل كده ان انظمة الارض قد ايه اربعة او اغلفة الارض قد ايه اقوله اربعة اللي هم مين الولاف الارضي والولاف المائي والولاف الجوي والولاف الحيوي طيب تعالوا ندرس بالتفصيل مع بعض ال�ولاف الارضي طبعا احنا ممكن نعرف ال�ولاف الارضي باسم ال�ولاف الصخري يعني لو قلت ال�ولاف الارضي او ال�ولاف الصخري هما الاتنين معنا واحد وده طبعا بيحتوي على ايه او بيتكون من ايه اللي هو ال�ولاف الارضي او ال�ولاف الصخري بيتكون من الصخور والمعادن والتربة يبقى ال�ولاف الصخري او ال�ولاف الارضي بيتكون من ايه أقول لك الصخور والمعادن والتربة وكمان بيتكون من أو داخل الأرض أو من تحت سطح الأرض خالص لأعمق كبيرة هنلاقي صخور منصهرة والصخور المنصهرة دي من ضمن مكونات الغلاف الأرضي وكمان شايفين الجبال العالية دي دي اسمها التدريس أو من ضمن التدريس أو التدريس دي من ضمن مكونات الغلاف الأرضي يبقى الغلاف الأرض بيحتوى على إيه أو بيتكون من إيه أقول له الصخور والمعادن والطربة وكمان الصخور المنصهرة داخل الأرض اللي هي تحت سطح الأرض وكمان التضريج زي مين أقول لك زي الجبال دي تعتبر من ضمن مكونات الغلاف الأرضي نشوف رقم اتنين اللي هو الغلاف الماء وده بيحتوي على إيه أقول لك بيحتوي على جميع المياه الموجودة على سطح الأرض طيب زي إيه أقول لك زي البحور والمحيطات والأنهار وكمان الأنهار الجليدية والأنهار الجليدية دي تتكون من إيه أقول لك بتتكون من التلك كمان المياه الجوفية اللي موجودة تحت سطح الأرض دي من ضمن مكونات الغلاف المائي يبقى نقول تاني الغلاف المائي بيتكون من إيه أقول لك البحار والمحيطات والأنهار كمان الأنهار الجليدية ودي طبعا بتتكون من التلك وكمان المياه إيه الجوفية ده بالنسبة لمكونات الغلاف المائي بالنسبة لمكونات الغلاف الجوي وده يعتبر الهواء الجوي وبيحتوي الغلاف الجوي على جميع الغازات يعني كل الغازات اللي موجودة على الأرض أو التي تحيط بالأرض والهواء الجوي ده عبارة عن إيه؟ علق خلية من مجموعة من الغازات المختلفة ده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للغلاف الجوي أو ما يحتويه الغلاف الجوي طيب تعالوا نشوف مع بعض الغلاف الحيوي وده بيحتوى على ايه اقولك على جميع الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الارض زي مين زي الانسان والحيوان والنبات ودولة بيمثوا الكائنات الحية او الولاف الحيوي يبقى انا كده عرفت الاربع اغلفاء اللي بيشكلوا نظام الارض وعرفت بيتكونوا من ايه بالزبط تعالوا نشوف مع بعض تفاعل انظمة الارض مع بعض انظمة الارض الاربع بيتفاعلوا ازاي مع بعضيهم يعني ان شاء الله هندرس ازاي الاربع يتفاعلوا مع بعض وممكن نلاحظ التفاعلات دي من خلال مجموعة من الظواهر اللي بتحصل او العمليات اللي بتحصل طيب عايزين نفهم اكتر يا مستر تعالوا نشوف مع بعض تفاعل الغلاف المائي اللي هي طبعا المية مع الغلاف الارضي اللي هي الصخور والطربة والجبال يبقى هندرس تفاعل الغلاف المائي مع الغلاف الارضي اقولك في حاجة اسمها التعرية والتعرية دي سببها ايه ان المية اللي هي بتمثل الغلاف المائي بتتحرك بتجري وهي بتتحرك وبتجري بتعمل ايه اقولك بتنقل الطربة والرمال من مكان الى مكان اخر يبقى انا عرفتي ايه سبب التعرية المائية اللي هي ايه اللي هي جريان الماء على سطح الارض طيب تعالوا نشوف حاجة تاني من تفاعل الغلاف المائي مع الغلاف الارضي اللي هي ايه تكوين البحيرات طيب البحيرات دي بتتكون ازاي او بتتشكل ازاي اقولك تتشكل البحيرات لما المية تتجمع في منطقة منخفضة من سطح الأرض يبقى تتجمع المية فين؟ أقولك في منطقة منخفضة من سطح الأرض يبقى أنا كده عرفتي إزاي تحدث التعريق المائية أقولك من تحرك المياه بسرعة وإزاي تتكون البحيرات أقولك من تجمع الماء في منطقة منخفضة من سطح الأرض يبقى كده أنا عرفتي إزاي تفاعل الغلاف المائي اللي هي المية مع الغلاف الأرضي وعرفت عمليتين اللي هم مين عمليت التعريع المائية وكمان تكوين البحيرات تعالوا نشوف كمان تفاعل الغلاف الجوي مع الغلاف الحيوي طبعا احنا عرفنا ان الغلاف الجوي اللي هو الهواء اللي موجود على سطح الأرض والغلاف الحيوي اللي هو جميع الكئنات الحية اللي موجودة على الأرض طيب بيتفاعلوا ازاي؟ اقول لك احنا هندرس حاجتين اول حاجة البناء الضوئي اقول لك ان البناء الضوئي ده مين اللي بيقوم بيه طبعا النبات يبقى النبات بيعمل ايه طيب في البناء الضوئي اقول لك بيمتص الهواء الجوي واحنا عارفين ان النبات ده يعتبر من الغلاف ايه او من مكونات الغلاف الحيوي والهواء الجوي من مكونات الغلاف ايه الجوي طيب عشان كده بيقوم بعملية البناء الضوئي يبقى في الحالة دي الغلاف الجوي يتفاعل مع الغلاف الحيوي طب ايه الحاجة التانية غير البناء الضوئي اقولك اللي هي التنفس طبعا الغلاف الحيوي اللي هو بيتمثل في الإنسان والحيوان والنبات دولا بيتنفسوا الهواء الجوي يبقى دا بيمثل تفاعل الغلاف الجوي مع الغلاف ايه؟ الغلاف الحيوي رقم ثلاثة هندرس تفاعل الغلاف الأرضي مع الغلاف الحيوي طب ازاي الارض والصخور الرمال بيتفاعلوا مع الانسان او الحيوان او النبات هقولك بالنسبة للنبات القلاف الارضي بيوفر الهزاء للنبات مش النبات مزروح في التربة يبقى التربة بتوفر لنبات العناصر الغذائية اللي بتخلي النبات يعيش ويكبر او ينمو كمان التربة بتكون مأوى يعني مكان يعني بيت لبعض الحيوانات زي مين؟ زي الارانب بيعملوا ايه الارانب؟ بيحفروا داخل الارض حفر طب بيحفروا ليه؟ عشان يعيشوا فيها يبقى دا دليل على ايه؟ على تفاعل الغلاف الارضي مع الغلاف الحيوي ان التربة بتوفر العناصر الغذائية للنباتات عشان تعيش وتكبر وتنمو وتتكاصر وكمان التربة مأوى او بيت او مكان بيعيش فيه بعض ايه؟ الحيوانات زي الارانب يبقى كده احنا درسنا تفاعل الغلاف الارضي مع الغلاف ايه؟ نشاط رقم سبعة خصائص الغلاف المائي والغلاف الحيوي في النشاط ده هندرس أهم خصائص الغلاف الحيوي وأهم خصائص الغلاف المائي وكمان هندرس التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي تعالوا نشوف مع بعض خصائص الغلاف الحيوي يعني ايه هو اللي بيميز الغلاف الحيوي اللي هو الكائنات الحية أقول لك الكائنات الحية موجودة في كل مكان على سطح الأرض والمناطق اللي موجود فيها الكائنات الحية دي بنقول عليها المناطق الأحيائية طيب المناطق الأحيائية دي زي إيه؟ أقول لك زي الصحاري وزي الغابات وكمان الأراضي الرجبة وبنلاقي موجود فيها الكائنات الحية بتعيش فيها وطبعا الحياة البرية اللي هي إيه؟ اللي هي النباتات والحيوانات بتتنوع في كل مناطق أحيائية طيب تبعا لمين أقولك لخصائص المناخ والطربة فيها كمان وكل منطقة أحيائية بتتميز بوجود نباتات يعني حتى الصحاري فيها نباتات وبنطلق عليها النباتات الصحراوية وكمان فيها حيوانات طبعا وتربة ومناخ طيب عاوزين نعرف ايه هي المناطق الأحيائية أو الأحيائية طبعا عايزين نعرف تعريفها ايه منطقة كبرى يبا دي ايه منطقة ايه كبرى كبيرة جدا تتميز بكساء خضري يعني موجود فيها نباتات وتربة يبا يزين موجود فيها تربة ومناخ وحياة برية بتميزها عن غيرها من المناطق ايه الأخرى ده بالنسبة لتعريف المنطقة ايه الأحيائية نقولها تاني منطقة كبرى تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية تميزها عن غيرها من المناطق الأخرى تعالوا نشوف خصائص الغلاف المائي في الموضوع ده هنعرف معلومات مهمة عن الغلاف المائي شوية معلومات كده بس مهمين جدا أول معلومة ان الغلاف المائي بيشمل جميع المياه اللي موجودة على سطح الأرض بحالات الماء السلاسة احنا عارفين المياه ليها ثلاث حالات اللي هي حالة صلبة وحالة سائلة وحالة ايه غازية طيب المعلومة التانية اقولك ان المياه بتغطي اكتر من واحد وستين في المية واحد وسبعين في المية من سطح الأرض يبقى اديه اقولك واحد وسبعين في المية من سطح الأرض يعني اغلب الكرة الأرضية تعتبر ايه مياه طيب عشان كده واحنا في الفضاء بنشوف الأرض عبارة عن ايه عبارة عن كرة زرقاء تسبح في الفضاء طيب ليه لان المياه من بعيد بنشوف لونها ايه لونها ازرق طيب المعلومة التالتة ان المياه بتنقسم الى نوعين مياه عزبة اللي هي احنا بنشربها ومياه مالحة طيب المياه العزبة دي نسبتها قليلة جدا لا تتعدى تلاتة ونصف في المية من اجمال المياه اللي موجودة على سطح الأرض يبقى اديه طبعا تلاتة ونصف في المية دي كمية قليلة جدا طيب بنلاقي المياه العزبة في ايه اقولك في مياه الأمطار مياه الأمطار دي كلها مياه عزبة دي مياه عزبة ومعظم البحيرات مياه عزبة والأنهار والمياه الجوفية ده بالنسبة للمياه العزبة يبا أنا عرفتك كده هو من كونات المياه العزبة أو نسبتها قدية أقول لك 3.5% من جملة المياه على سطح الأرض طيب موجودة فين المياه العزبة أقول لك مياه الأمطار ومعظم البحيرات والأنهار والمياه الجوفية طيب بالنسبة للمياه المالحة أقول لك معظم المياه الموجودة على سطح الأرض دي تعتبر مياه مالحة طيب نسبتها قدية إيه نسبتها حوالي 96.5% من كل المية الموجودة على سطح الأرض طيب موجودة فين بالزبط أقولك موجودة في البحار والمحيطات والخلجان ده بالنسبة للمياه العزبة المالحة التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي إحنا عرفنا أن الغلاف الحيوي بيتفاعل باستمرار مع الغلاف المائي لأن الماء ضروري لجميع الكائنات الحية مفيش كائن حي يقدر يستغن عن المية طيب إحنا ندرس أمثلة طبعا زي ما إحنا شايفين أن مياه الأمطار دي بتساعد النبات على النمو على البقاء كمان بنلاحظ في الصورة اللي قدامنا دي أن الإنسان والحيوان والنبات دولا بيعملوا إيه؟ بيشربوا ليه؟ عشان ينمو وعشان يبقى على قيد الحياة وكمان زي ما إحنا شايفين الأسماك تعتبر موطن طبيعي أو المياه موطن طبيعي لمين؟ للأسماك أو للعديد من الكائنات الحية في مرحوظة مهمة جدا معظم المياه العزبة ليست مياه سائلة أو مياه جارية لكن مياه متجمدة في صورة كتل من إيه؟ من الجليد ده بالنسبة لمعظم المياه إيه؟ العزبة كمان الإنسان جزء من الغلاف الحيوي وممكن الإنسان يؤثر في كل أنظمة الأرض يعني ممكن الإنسان يؤثر فيه النظام أو الغلاف المائي ممكن يؤثر فيه الغلاف الأرضي بكده يا حباب قلبي ننتهي من شرح الدرس الثالث نشاط رقم ستة وسبعة أنظمة الأرض الفصل درس الثاني على قناة العلم